وصلت حاملة الطائرات الصينية اليومين إلى هونغ كونغ للمشاركة في حلة بلات الذكرى العشرين لعودة هونغ كونغ إلى الوطن نوم حيث قيمت تنشطة يوم مفتوح لزيارة حاملة الطائرات يومي سبت والأحض مدرج حاملة الطائرات كان قبلة الزوار حيث تواجد عليهم مجموعة مختلفة من الأسلحة والمعدات الحربية وترقل الزوار في المناطق المحددة بين الطائرات المقاتلة ومراوحيات وغيرها من الأسلحة ورغم طول الأمطار المستمر في الصباح استمر الزوار الوصول لمشاهدة التكنولوجيا العسكرية الحديثة أنا سعيد جدا عندما كنت صغيرا جدا شاهدت عهدا مختلفا لوطني الآن أصبحت الصين أقوى وأنا فخور للغاية أنا أول زاير لحاملة طائرات اليونغ اليوم وأشعر بالحماس أنا فخور بوطني ومتوقع أن يحضر ما أقرب من خمسين ألف شخص عن شطة اليوم المفتوح بما هي للك ألفان من السكان هونغ كونغ التذاكر تم إرسالها من قبل قوات حامية جيش التحرير الشعبي الصيني في هونغ كونغ